و أهلاً و سهلاً هذا اللوك كان اسمه اللوك التوهيد ألوان بدأت في لون كان هو المفروض أنه موف أفتح درجات الموف تمام وحطيناه على كامل العين طبعاً أكثر لك فحكنا فيه في اللايف للأمان فمعرف كيف طرع أصلاً على الكامل بعدين أخذت لون أزرق وبدأت أدرج طبعاً الألواني بنات كانت حسب طلب البنات يعني كل واحدة تقول لي لون أحطه خلاص بعدين حطيت فوقوز زي المو المدري هذه الدرجة فاقع بس معرف أجريها هي الضارة نوردي فاقع ولا بمبي فاقع ولا بينك فاقع اللي تبون الموم فاقع موم يفقع المهم هنا بعدين رجعت أبدأت أغمق شوي بالأسود لأن حسيته يعني اللون ما جاز لي بعدين قادة طبعاً أحط أسود مع نفس اللون الفاقع وأنزل كده على تحت خلاص أسحب يعني يدي على تحت عساس إيش إني أحاول أدمج بينهم تمام مثل ما أنتوا شايفين هذه الدرجات اللي طلعت مع أنا المهم وهنا رجعت مرة ثانية أأكد على الأزرق أخذت أزرق فيه شوي كده شمري خلاص ثم مليت طبعاً مثل ما أنتوا شايفين كامل المكان بالأيشاد واللي هو الوردي بعدين غيرنا رأينا رحنا إيش مسحنا الحوسة اللي سويناها كلها مسحت وخليت بس زي حافة باللون اللي هو الفاقع أنا ما ألقى على الفاقع فاقع معايا من كده المشروع المهم رجعت هنا أكد باللون اللي هو الموف بعد كده بعض البنات اقترحوا علي أني أسوي آي لاينار أصفر فسويت الحركة هذه حطيت زي بالضبط على حدود اللون الموف خليكم ذاكرين الفاقع حطيت لون أصفر تمام طبعاً قادة أشتغل بألوان مائية عندك أنت آي لاينار ملون سويها خلاص ما عندك آي لاينار ملون قلنا شوية شادو لون أصفر مع شوية فونديشن يعطيك أو مع قطرة أنجلوت يعطيك نفس الإفكت أو نفس الشغل يعني ثم هنا حطيت كملت زي الآي لاينار أصفر بعد شوي غيرنا رأينا قالوا نبغى آي لاينار رحت حطيت آي لاينار أسود طبعاً زي ما قلت لكم هذا اللوك المفاجآت بعدين سويت بوزة طبعاً كحلت فوق العين بنعت فوق بالضبط خط رموش بعدين سويت من تحت خط مرة ثانية آي لاينار ثاني اللي هو أسود ثم كملت شوي بحركة يعني طبعاً الحركات يعني حركة بركات من عقلي بترجع لك أنت وذوقك شي ما تبي شي لي شي تحبي خلي بعدين حطيت تحت العين نفس اللون الهوموف مع أزرق طبعاً بدون ما أنظف الفرشة فطلع معانا ميكس عجيب غريب بين الأزرق وبين الموف وبين هذا بس والله هذا هو اللوك مدري اللوك وش يبغاه بس المهم هذا هو ودمتم بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر